أنا لست أقل من أي جندي يدافع عن الجبهة ولابد أن أكون بينهم في كل لحظة من لحظات البطولة كلمات قليلة في العدد كبيرة في المعنى كتب بها الشهيد الراحل الفريق أول عبد المنعم رياض دستورا له صار عليه حتى استشهد وسط جنوده الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض بطل مصري كتب بدمائه تاريخا مميزا وحفر اسمه وسط عظماء مصر الذين سيظل اسمهم يتردد على ألسنة كل الإبيال ولد الجنرال الذهبي في 22 أكتوبر في 1919 في قرية سبيربي بمدينة طنطا ويعتبر واحدا من أشهر العسكريين العرب حيث شارك في الحرب العالمية الثانية بين عام 41 و42 وشارك في حرب فلسطين في عام 1948 والعدوان الثلاثي في عام 56 وفي الثلاثين من مايو 67 عين الفريق قائدا لمركز القيادة المتقدم في عمان وأولن قائدا عاما للجبه الأردنية ولكن لم يمضأ اسبوعا حتى استدعى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليعينه في الحادي عشر من يونيو رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية فبدأ مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الجديد الفريق أول محمد فوزي إعادة بنائها وتنظيمها فبدأ الإعداد لحرب أكتوبر ونفذ بنود مصر الدواسل عددا من العمليات الناجحة في عهده خلال حرب الاستنزاف التي أصفرت عن تدمير 60% من تحصينات خط برليف الذي تحول من خط دفاعي إلى مجرد إنذار مبكر كما كان له دور بالغ الأهمية في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر في عام 1967 كما أنه صمم الخطة مئتان الحربية التي طورت بعد ذلك لتصبح خطة العمليات في حرب أكتوبر ساهم عبد المنعم رياض في تغيير المعادلات العسكرية إذ بدت بصماته جالية في حرب المدرعات اعتبار من العام 1968 بعدما أوصى بتدريب جنود المشاة عليها في سرية شديدة ليصبح الكندي المصري في حرب أكتوبر مدمرا للدبابة وفي صبيحة يوم التاسع من مارس قرر عبد المنعم رياض أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى نتائج المعركة ويشارك بنده في مواجهة الموقف وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدما التي لم تكن تبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 مترا ووقع اختياره على الموقع رقم 6 وكان أول موقع يفتح نيرانه بتركيز شديد على دشم العدو في اليوم السابق وفجأة بدأت دره يقترب وبدأت النيران تغطي المنطقة كلها وكان لابد أن يهبط الجميع إلى حفر الجنود في الموقع شهد هذا الموقع الدقائق الأخيرة في حياة الطريق عبد المنعم رياض حيث انهالت نيران العدو صدق على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنودها واستمرت المعركة التي كان يقودها بنفسه حوالي ساعة ونصف الساعة إلى أن انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب من الحفرة التي كان يقود المعركة منها ونتيجة للشضايا القاتلة وتفريغ الهواء أصيب ونقل إلى مستشفى الإسماعيلية والتي استشهد فيها عبد المنعم رياض بعد 32 عاماً قضاها في خدمة القوات المسلحة متأثراً ببروحه ليزدل السطار على مسيرة بطل مصري يظل خالداً في ذاكرة هذه الأمة ترجمة نانسي قنقر